عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين كلامنا وعكبتن طارق حسن المدير الفني السابق لتنس طولة بنيدي الزمالك ودلوقتي مع الفريق الدنماركي بالتأكيد عايزة أتكلم معاك يعني قبل بس ما نروح لشوية تفاصيل كده في الفريق عندك عايزة أتكلم معاك هو ليس صين واليابان اللي هما شرق أسي يعني هما الأفضل في اللعبة أو هما اللي مسيطرين على اللعبة بشكل كبير هي من زمن أو هما على طول مسيطرين طرق تدريبهم البيئة النشأة فيهم هما أصلا حضارك هناك لما تروحي في الحتة بتاعتشارك في الصين في كل شارع فيه ترابيزة في كل مكان فيه ترابيزة كان كانت نحمد علي صالح بيكلمني في القصة دي أن كم ترابيزات تنس طولة كل حتة يعني نفسه ممكن الواحد بيتويلت بيمزل يلعب بينج أي حد بيلعب وبعدين بيتمرنوا كمية تمارين في اليوم بتوصل 3-4 فترات يعني أي حاجة في العالم فترتين صبح وبعد دور هما بيوصلوا غير الفتنس طبعا هما طبعا متميزين جدا بدنيا بالذات في الفوتورك السرعة كمان السرعة والفوتورك بالضبط وعندهم كمية لعيبة مهولة غير طبعية بليفلز غير طبعية فهم من زمانهم كان يكلمني تقريبا حاجة وتسعين مليون آه قاعدة يعني آه لا لا هما معني أن هناك حتى في الصين اللعبة الشعبية الأولى هي البينج حتى صور اللعبة بتاعت المنتخب زي أكيدنا حقيق هنا مثلا كورة أيو بو كان يحكي لي كده بيقولي أن حاجة وتسعين مليون بيمرسوا اللعبة وأنه بالنسبة له هما نجوم المجتمع هما هما النجوم مش كورة القدم فبالنسبة له حاجة آه لا وبعليه بيبتكروا في اللعبة يعني كل شوية تلاقيه حراك حاجة جديدة في التمارين حراك حاجة جديدة في الأسلوب التاك تيكس لا فهم على طول متطورين صحيح